نجع طفل في السابعة من عمره من الموت بأعجوبة بعد قضائه 29 ساعة داخل بلوع للصرف الصحي بمدينة تازا وكان أقارب الطفل المذكور وهو من أبناء أسرة من الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا قد أعلنوا عن اختفائه يوم الأحد الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي وأفادت ذات المصادر بأن الطفل الذي يعاني من مرض التوحد كان يلعب رفقة أبناء الحي في شارع مجاور لمنزل أسرته قبل أن يسقط في البالوع هذا واستنفرت الوقاية المدنية والسلطات الإقليمية بمدينة تازا عناصرها بعد إبلاغها بالخبر لتتمكن من إخراج الضحية بصعوبة من البالوع ليلة أمسنا الاثنين وتبعا لذلك تم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى الإقليمي بمدينة تازا من أجل تلقي العلاجات الضرورية فيما أشهد جران الضحية وأقاربه بجهود مصالح الوقاية المدنية التي تمكنت من إنقاذه وتجنيب العائلة سيناريو شبيه بما حدث للطفر رايان